التقى رئيس مجلس الوزراء مصافى مدبولي مع رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وذلك في إطار متابعة جهود الهيئة لجذبي وتشجيع الاستثمارات في مصر وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أنه تم تسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات ليصل عدد الشركات الحاصل على الرخصة الذهبية 22 شركة مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة وشركات وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تنويه إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأتاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة ضمياط للأتاث